امبارح كمان افتتحت هيئة الدواء المصرية الملتقى الاول للحوار مع صناع الدواء تحت عنوان تشجيع صناعة الدواء للوصول للتميز مد الجسور من خلال الحوار قال رئيس هيئة الدواء في كلمته الافتتاحية ان الهيئة متبنية من بداية نشأتها سياسة الباب المفتوح والتواصل الفعال مع شركاء الصناعة باعتبرهم حجر الاساس لدعم توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر قال كمان ان الهيئة كانت حريصة على تنظيم لقاءات باستمرار مع ممثلين صناعة الدواء بهدف مد جسور التواصل من خلال الحوار المباشر طبعا ملاحظين انه فيه اهتمام كبير من الدولة بهذا الملف تصنيع الدواء وتوطين صناعة الدواء في مصر ويمكن ازمة فيروس كورونا هي اللي وضحت هذا الموضوع لما كان فيه اقبال شديد على شراء الأدوية والأدوية ما كانتش موجودة في الشركات مش موجودة في السيدليات فده بين لنا قد احنا محتاجين تكون عندنا هذه الأدوية مصنعة محليا لانه كان الاعتماد على الاستيراد في هذا التوقيت كان صعب للغاية لانه كل الدول كانت قافلة على نفسها واكيد حضراتكم كنتوا أغدين بالكم من ده كل الدول قافلت على نفسها وخلت انتاجها فقط عشان يكفي احتياجاتها واستهلاكها المحلي الدولة عندها خطة والرئيس كلف بوضع خطة كلف الحكومة بوضع خطة لتوطين صناعة الدواء والتوسع في توطين صناعة الأدوية وعلى أساس ده كان فيه اجتماعات من قبل الحكومة الأسبوع اللي فات من أجل تشجيع شركات الأدوية بالمناسبة احنا عندنا حوالي 150 مصنع للأدوية في مصر عندنا 18 شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال الدواء في مصر فطبعا ده هدف منه هو تشجيع هذه الشركات وهذه المصانع على زيادة قدرتها الانتاجية على توسعها أكتر بشكل كبير جدا في مصر لتوطين صناعة الدواء وعشان يكون كل الأدوية من صناعة مصرية وحنا طبعا ده يساهم في ده مدينة الدواء اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من شهور قليلة مضت في توفير كل الأدوية بحيث أن كل الأدوية بس أنت تكون متوفرة عندنا ما نحتاجش بعد كده أن احنا نستورد أي أدوية من الخارج في سبيل تحقيق الاكتفاء الزاتي كمان يعني احنا بقلنا فترة بنسمع أن الدولة بتحقق الاكتفاء الزاتي في ملفات عديدة سمعنا الدولة بتسعى لتحقيق الاكتفاء الزاتي من الصروة الداجينة من الصروة الحيوانية من الأسماك من الخضروات تسعى لتحقيق الاكتفاء الزاتي من المشتقات البترولية حقا الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي فإن شاء الله نحقق أيضاً الاكتفاء الذاتي من صناعة الأدواء وخليني أقول لك يا شازي أن احنا كمان طوال فترة كورونا يمكن ما حسناش بمشاكل نقص الدواء يمكن كمان في مصر خليني أقول لك أن فيه إشهد كبير قوي باستقرار الدواء في مصر وبالذات كمان أدوية البروتوكولات للعلاج طبعاً من أزمة كورونا والأجهزة والمستحضرات الطبية كانت المشكلة عندنا بس إحنا نجرينا على الصيدليات عشان نخزن ونجيب أدوية ونحطها عندنا في البيت لكنها كانت متوفرة يعني فيه ناس مثلاً ما كانتش تعبانة وما كانش عند أي مشاكل فتلاقي مثلاً أسرة مقارنة من خمس أفراد ينزل الصيدليات يجيب كمية أدوية بس ده كان زعر ومبرر في الفترة الأولى يمكن لكن بعد كده الناس بقى عندها وعي شوية وبقى فيه استقرار يعني أكتر في الفترة وبقى فيه متابعة كمان من الدولة بشكل شهري كمان لتوافر أدوية العلاج لكورونا في الصيدليات وفي الشركات دحية وعايزة أقولك كمان أن في أفريقيا دلوقتي فيه صناعة يعني صناعة الأدوية دلوقتي بقت يعني حاجة كبيرة جداً موجودة في أفريقيا ومصر كمان بتصدر للدول الأفريقية كتيراً